قام وزير الطيران المدني محمد منار بجولة تفقدية موسعة بمطار سفينكس الدولي لمتابعة المراحل النهائية في تنفيذ مشروع تطوير المطار وزيادة تاقته الاستعبية لتصل إلى مليون ومئتي ألف راكب سنويا وخلال الجولة تابع وزير الطيران المدني أعمال تطوير والإنشاءات التي يتم تنفيذها بالمطار والتي وصلت إلى مراحلها النهائية وتشمل توسعة مبنى الركاب وزيادة المساحة الإجمالية للمبنى لتصل إلى 24 ألف متر مربع بدلا من 3600 متر مربع